اليوم لمناقشة قضية حساسة تتعلق بالاستقرار في الصومال الجهود اللازمة لتحقيق السلام المستدام من المهم أن نعبر بع عن تضامننا العميق مع شعب غزة الذي يعاني من وحشية قوات الاحتلال وهذا يعتبر انتهاكاً للقوانين الدولية وقانون الإنسان الدولي فليحمي الله إخوتنا في غزة فليرحم الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحة اسمي أيهم السخني وأنا من مركز دراسات النزاع ونحن نتشرف اليوم لاستضافتكم في هذه المحاضرة المهمة من خلال هذه الندوة والتي هي تحت عنوان الاستقرار في الصومال الجهود اللازمة لتحقيق السلام المستدام وهذا التجمع يرمي على تسليط الضوء على التحديات والفرص في الجوانب السياسية والاجتماعية والأمنية بالإضافة إلى الجهود الضرورية المرتبطة بالأبعاد المحلية والإقليمية والدولية لدعم الصومال في مصارها نحو الاستقرار هذه الفعالية المفتوحة للعموم هي جزء من برنامج من سنة واحدة والتي يطبقها مركز دراسات النزاع وذلك بدعم من وزارة الخارجية القطرية وهو يسعى إلى تعزيز الحوار والتعاون من أجل التعاطي مع قضايا الاستقرار في الصومال معنا البروفيسور أفياري علمي وهو باحث بجامعة مقاديشيو وهو كذلك زميل باحث في مركز التراث لدراسات السياسات بمقاديشيو عفوا وهو كذلك أستاذ مشارك بخلال برنامج دراسات شرق دراسات الخليج بجامعة قطر وهو يركز على الإسلام السياسي الهوية وبناء السلامة بالإضافة إلى ذلك قام بكتابتي والمشاركة في عدد من المنشورات المحكمة وعدد من الألاف من الأوراق السياسية أرحب بك الدكتور أفيار فلتتفضل إذن سنعطي الدكتور عشر دقائق أريد أن أركز المركز ومعهد الدوحة لدعوتهم لنا لتقديم مدخلتنا في هذه القضية المهمة من دواعي سرور كذلك أرى بعد الزملاء السابقين موجودين معنا هنا وأريد أن أحاول أن أحدد المحاضرة التي سأقدمها في عشر دقائق إذن عردي سيركز على قضيتين اثنين القضية الأولى تتعلق بالعناصر الأساسية المرتبطة بالتسوية السياسية المرتبطة بالصومال إذن أي نوع من التسوية السياسية الموجودة لدينا والنقطة الثانية وهي ما الذي نحتاج إليه في توسيع دائرة هذه التسوية السياسية هذان هما العنصران والنقطتان الأساسيتان التي أود أن أتحدث عنهما وقبل ذلك أريد أن أتحدث عن مفهوم الاستقرار والتسوية السياسية بالنسبة لمفهوم الاستقرار إذن هذه يعتبر كلمة محملة بالكثير من المعاني وهي تسعى إلى بناء ما يسمى بسلام لبرالي بمعنى يكون هناك سوق حر هذا المفهوم هو يستبدل ما كان يسمى ببناء السلام بناء الأمة بناء الدولة والآن لدينا مفهوم حالي وهو مفهوم غربي من خلال مقاربة غربية بين قوسين مساعدة الدول الفاشلة أو الدول الهشة وإذا ما أخذنا هذا الأمر بنظر الاعتبار هنا أريد أن أبدأ بعرضي المصطلح الثاني وهو التسوية السياسية التسوية السياسية تعني ما الذي يمنع المجموعات القوية داخل البلاد يمنعها من العودة إلى النزاع العنيف إذن هاتاني توضيحاني مفهوميا أو مفاهيميا الصومال لديها أربع فصائل أساسية سياسية التي تشكل النظام السياسي الموجود ولدينا إثنان من القوى الخارجية هذه القوى الأربع ولدينا ما يسمى 4.5 سيستم هذا النظام وهو الذي ينبني على تبادل السلطة فيما بين العشائر المختلفة ولدينا كذلك الهيكلية الفيدرالية وهي هيكلية غير محددة موجودة داخل البلاد ولدينا المنظومة الثالثة وهي أن يكون هناك تقلد للسلطة كل أربع سنوات بغض النظام بغض النظر عن النظام الموجود إذن كل أربع سنوات يتغير النظام ولدينا تهديدات الشباب إذن هذه هي العناصر الأربعة للتسوية السياسية الموجودة لدينا فيما يخص العناصر الخارجية لدينا الاتحاد الإفريقي والقوى الخاصة بها قوى الأتمس ولدينا كذلك مجموعة الدعم الدولية وهذا هو الذي يشكل ويمنع من النخبة السياسية من أن تعود للحرب إذن دعوني أسهب فيما قلت حتى الآن فيما يخص تعزيز التسوية السياسية وتوسيع دائرتها أريد أن أبدأ بنظام أربعة فاصلة خمسة وقبل ألفين الصومال فشلت الفصائل فشلت في تنظيم الدولة إذن كانت هذه المنظومة التي تمت أو ولدت في جنوب صومال من أجل تبادل السلطة تقاسم السلطة مع عدد من العشائر والتي تسمى 4.5 سيستم إذن كانت هذه من التدابير المؤقتة والتي ساعدتنا على تأسيس الجمهورية الثالثة بعد السودري في تلك المرحلة الهدف كان هو أن يكون هناك نظام شامل جامع لكل عشيرة على حدة داخل الصومال من أجل بناء الدولة ومفهوم بناء الدولة وفيما يتعلق ب في ألفين سنة ألفين فإن المجلس الدستوري حدد أن هناك عدد من هذه المناطق المستقلة وبعد ذلك جامبا كاتي وبعد ذلك قام بتأسيس تدابير فيدرالية وفي ألفين وإثنى عشر تم تأسيس النظام الدستوري الجديد الذي حدد بعض المفاهيم وبعد ذلك تم تبني النموذج الفدرالي الذي لا يزال غير مكتمل والذي نريد أن نطبقه بطريقة متماشية مع المجتمع الكثير من عمليات التفاوضة التي تجري حالياً وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى وهي المرتبطة بالأبعاد السياسية إذن لدينا ستة من الرؤساء إذن لدينا ما يسمى بالإعفاء السياسي ومن خلال ستة من الرؤساء لننتقل من نظام إلى آخر لكن لا يزال لدينا ما يسمى الطريقة غير المباشرة التي نحاول أن نعمل عليها أخيراً من خلال مسألة الشباب والتي تعتبر العنصر الرابع كلنا كلنا لدينا هذه المشاكل التي نحاول أن نحلها وإذا ما نظرنا إلى التسوية السياسية من منظور آخر لننظر إلى من هم متضمن في هذه التسوية ومن هو مقصي من هذه التسوية هناك بعض قوى الشباب الذين ليسوا من جزءاً من هذه التسوية السياسية إذا ما أخذنا من الاعتبار هذه القضايا الأربع كيف بإمكاننا ننتقل من هذه النقطة إلى نموذج جديد قلنا إنه سيكون نموذجاً ديمقراطياً وقلنا كذلك أنه سيكون دولة تعمل بطريقة ذات معنى ومغزى إذا المحاججة التي أتقدم بها هي أياً كانت التسوية السياسية الموجودة لدينا فهذه التسوية ستكون غير مكتملة بمعنى هذا النموذج نموذج 4.5 لتقاسم السلطة هو مشروع مؤقت لكن لازلنا عالقين بهذه المنظومة وليس لدينا سبيل الخروج من هذا الوضع فيما يخص النظام الفيدرالي نحن نواجه صعوبات وحول ما إذا كان يجدر بنا يقول لدينا نظام فيدرالي أم لا ورقتي والدراسات التي قدمتها بهذا الشأن حججت بها وقلت نظام لا مركزي ربما قد يكون مناسباً أكثر بالنسبة للصومال الأكثر من النظام الفيدرالي لكن هذا رأيي الشخصي ما هو موجود لدينا هو أننا نجابه صعوبات كبيرة فيما يخص العناصر الأساسية للنظام الفيدرالي لدينا خمسة من النظام لدينا سومالي ستيت ولدينا كذلك مناطق أربع أخرى تحاول أن تخرج من هذا الترتيب الحالي إذن هذا المشروع العشوائي لا يؤدي إلى أي نجاح بالنسبة لنقطة الإعفاء نحن نرى الحكومة تقترح أنه لابد أن يكون لدينا أن يكون هناك تناسب فيما يخص المعطيات وأن يكون لدينا نظام الحزبين وكل هذه العناصر لكن بكل صراحة أنا لا أرى الآليات القادرة على نقل السلطة من نظام الموجود إلى نظام على أساس المواطن لأن النظام والمنظومة غير موجودة لأنه ليس بإمكاني الرئيس أن يصدر توجيهاته ويقول هذا هو التجاه الذي سنمضي إليها أخيراً ما هو الوقت المتبقي لدي؟ إذن ما أحاول أن أقوله هناك عاملان خارجيان لدينا الاتحاد الإفريقي والذي سيخرج من الصومال في 2024 وهذا ربما سيكون من المبكر جداً على الأقل لنتمكن من الانتقال تجاه نظام يعتني فيه الصوماليون بنظامهم ورأينا كذلك عدد من إذن على الأقل نحتاج أن يكون هناك عملية انتقالية سلسة بالنسبة لقوات الأمنية في الصومال وفيما يتعلق بربط هذا الأمر بالشباب البعض يحجي بالقول أن الشباب ربما قد يتقلدون السلطة أو يتكرر ما يسمى بسيناريو كابول وربما هو أمر بعيد تماماً لفهم النظام المعقد الموجود في الصومال إذن شباب لا مقارنة ليس ممكن أن نقارنهم بطالبان وبالنسبة للقرن الإفريقي مختلف كموقع عن موقع أفغانستان إذن الفكرة ككل وأن تصور تقلد السلطة بالنسبة للشباب هي ليست طريقة عملية لتصور الموضوع هكذا أرى الأمر لكن كذلك أنا لا أرى الحكومة تهزم الشباب عسكرياً في أي وقت قريب ما نحتاج أن يحدث هو أن يكون هناك تغيير للستراتيجية إذن موقفي كان منفتحاً فيما يخص هذا الجانب وعلنانا بالنسبة للمجتمع الدولي وأخذ من الاعتبار ما حدث في الماضي كان المجتمع الدولي يقول إن التقدم هو بطيء وأن الصوماليين غير جادين وهذه الفكرة ككل فكرة المضي باتجاه عملية انتقالية وأن الحكومة هي دائمة وأننا نمضي باتجاه عملية جديدة ما بعد مرحلة وكل هذه الأمور هي أمور أساسية ومهمة كلها المجتمع الدولي ساعد البلاد لفترة طويلة من الزمن بطرق مختلفة لكن طبعاً سيكون مصلحة الجميع أن يمضوا قدماً بنفس الطريقة لكن التقدم هو بطيء وهذا مفهوم باختصار وما أريد أن أقوله من خلال عرض المقتضب هو أن التسوية السياسية خصوصاً الداخلية هي غير مكتملة وبالتالي لابد أن نضمن أصحاب المصلحة الذين ليسوا جهزاً حتى الآن من هذه المنظومة وأساس هذا الدولة لا يزال متنازع حولها لا نعرف أي من النظم التي نود أن نطبقها لدينا كذلك المشروع الإنفصالي الذي هو موجود وليس لدينا رؤية رؤية واضحة إذن عدد المناطق التي ستكون اثنان ثلاث مناطق إذن عدد من هذه المقترحات التي تم تقدم بها وهناك مقترحات أخرى تتحدى من الصومال والصومالي لند أو أرض الصومال وهناك مقترحات أخرى كذلك هذا الأمر لم يتم التفاهم والتسوية بشأنه المقترح الموجود لدينا ليس نهائياً لا بد أن نفهم النظام الجدي هل هو خمسة زائد منطقتين ولا يزال مؤقتاً كالنظام وفيما يتعلق بالسيررات والعملية التي نود أن ننهيها من خلالها ننهي هذه التسوية السياسية ليس هناك اتفاق بشأنها إذن لدينا النظام الأنسيسي والذي لدينا كذلك النظام البرلماني الفيدرالي الذي هو كذلك غير متفق عليه وهناك كذلك مقترحات أخرى تم التقدم بها لقد قمنا باقتراح لجنة فنية وكذلك بالنسبة للأنسيسي أو المجلس التشاوري الوطني إذن ما أريد أن أقول هنا هو أن الطبقة السياسية غيرت موقفها والتزاماتها والتوجهاتها وهذا تمت المحاججة بشأنه وأن الأطراف الخارجية قد ساعدت الصومال بسبل مختلفة لكن أن تطأ قدمك وبعد ذلك تهرب ليس هو والخل إذن أرى الكثير من التحديات من حيث التصميم تصميم المؤسسات ومن حيث كذلك التسوية السياسية لا يزال يحذوني الأمل والتفاؤل وإن شاء الله سنخرج من هذه الأزمة أشكرك دكتور أفياري لهذا العرض الغني بالمعلومات والمعلومات العملية كما يشرفني الآن أن صديف دكتورة مريم قاسم دكتورة مريم قاسم ذكرت لي وقالت لي أن تود أن نناديها بماما مريم هي حاصلة على شهادة في الطب وعملت في كثير من السياقات في اليمن والصومال وبريطانيا لمزيد على أربعين عاماً حالياً تعمل ككبير مستشارين في السياسات والاستراتيجيات لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان وحيث يتركز على القضايا تعلق بالصحة وأيضاً عملت كوزيرة للشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في الحكومة السومال كما عملت كوزيرة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية كما تولت منصب وزير التنمية والمرأة والشؤون الاجتماعي الكلمة لك الدكتورة مريم تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم والحمد الرحيم والسلام عليكم والحمد الرحيم وبركاته أسعد الله ومساعدكم بداية أود أن أشكر مركز المركز لتنظيم هذا اللقاء المهم الذي من خلاله يمكننا نناقش القضايا الداخلية تتعلق بالصومال السيدات والسادة اليوم اجتمعنا لناقش قضية متعلقة بالاستقرار في الصومال والسبل نحو هذا الاستقرار أود أن أركز على الدور المهم لتقديم خدمة اجتماعية لتحقيق السلام والازدهار إن قضية الصومال قضية معقدة التي مضى عليها عقود من الصراع والاستقرار وعدم الاستقرار لنا قصة تتكس الإسرار والمثابرة والمرونة والقدرة على التحول إن الرحلة نحو السلام والازدهار لا زالت صعب لكثير من الصومالين لكن بالرغم من ذلك من المهم أن نبدأ بالإقرار والاعتراف أن الصومال قد حققت كثير من التقدم خلال السنوات العشر أو الخمسة عشر الماضية خلال السنوات العشر الماضية إن المشهد السياسي للصومال قد شهد تحولا هاما تمثل بإنشاء الفيدراليات التحادية وإضافة إلى تحقيق التقدم في عملية أمن الداخلي وبناء السلام وإصلاح الشؤون المالية والفيدرالية وإضافة إلى الانتخابات السومال أيضا قد حققت تقدما عظيما في القطاع الاجتماعي على سمثال التعليم والصحة في قطاع التعليمي قد تم إداد مناهج وطنية وأيضا تم رفع مستوى المتحقين بالتعليم من عشر بالمئة إلى ثلاثين بالمئة وكما أن عدد المعالمون الذين تلقوا التدريب قد تضاعفت خلال العقد الماضي أيضا قد خفى وتم تقليل من معدل وفيات وزيادة نطاق المؤسسات التعليمية والصحية كما أيضا تم أعداد منهاج خاص بالقابلات وهذا المنهاج أصبح جزء للجزء من المنظومة التعليمية لكن برغم من هذا التقدم الذي تم إحرازه فيما تعلق بالأمن والسلم لكن كما هو الحال في كل دول عالم تشهدت نزاعات ليس فقط الصومال بل أي دولة أخرى إلا أن هذا الأمر ينطوي على كثير من العوائق التي تقف عائقا أمام تقديم الخدمات وهذا ليس حكرا على الصومال فالسؤال الأول أو مسألة الأولى التي يمكن سؤال ونطلعه لماذا تقديم الخدمات يلعب دورة مهمة لضمان استقرار طويل المدى والإجابة على السؤال ليس بالصعب عرغم من صعوبة هذا السؤال إن تقديم الخدمات يعتبر أمرا مهمة لماذا؟ هو يعتبر مثابة شريان الحياة لأي مجتمع وفي ضمن هذه المجتمعات يلعب دورة مهمة في أعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقرار وأيضا ضمان تحقيق سلام طويل المدى كما أن خدمات العامة التي تتمثل في التعليم الصحة وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها والأمن إن تقديم خدمات يعتبر عاملة مهما نظر أنه يحافظ على أو يعزز الثقة ما بين الحكومة ومواطنيها الحكومة التي توفر خدمات الضرورية وتلبي احتياجات مواطنيها يمكنها أن تحظى بالشرعية السياسية إن هذه الشرعية تعد مهمة وضرورية في الحفاظ على السلم والنظام الداخلي كما أنها تحد من ظهور جماعات الإرهابية إن توفير الخدمات على قدم المساواة للمواطنين تعتبر أداة فاعلة لتعزيز التماسك الاجتماعي في الصومال إن الخدمات التي يمكن جميع الوصول إليها بصرف النظر عن التماعاتهم الاجتماعية أو القبلي يمكن أن يعزز الوحدة الوطنية إن المجتمعات المحلية التي تشارك في تخطيط وتنفيذ الخدمات من شكل فعال سوف تشعر بمسؤولية حيال هذه الخدمات ثم يعزز الاستقرار الإقليمي إضافة ذلك إن الاقتصاد المالي يلعب دور مهمة في تعزيز أي مبادراتهم وبالتالي إن خدمات اجتماعية محسنة يمكن أن تخلق الوظائف وتعزز استقطاب الاستثمارات فالناس عندما يروا أن هناك فرصاً اقتصادية فإنهم من غير المحتمى أن يخلطوا في الصراعات والنزاعات إن الاستثمار في قطاع التعليم والصحة قد أثبت أن له فوائد طوية مدى على تنمية الاقتصادية للدولة إن في تقديم الخدمات خصوصاً ضمن بيئة آمنة وعلى قدر مستوى يمكن أن يعزز الاستقرار بحيث يمكن الناس أن لا يبحثوا عن موارد بديلة أو فرص بديلة عوضاً عن الأمن واستقرار أعتقد أننا جميعاً نوافق أن نود أن تحقق الصمال سلاماً طويل المدى هذا يطلب تلبية احتياجات المواطنين والاستثمار في خدمات مثل التعليم الصحة وتوفير مياه شرب النقية خصوصاً في ضمن التي تم تحريرها مؤخراً إن هذه الخدمات لن تطور وتحسن نوعية الحياة بل يمكن أن تتصدى وتعالج أسباب الجذرية للصراع المتمثلة في الفقر وعدم الاستقرار السؤال التالي ما هي التحديات التي تواجهها الصمال كما هو الحال في أي دولة قد شهدت نزاعات وصراعات فيما تعلق تقديم خدمات على قدم المستوى وما يمكن أن نفعه لعادة بناء القطاع الاجتماعي إجابة على هذا السؤال هي إجابات معقدة وليست بتلك السهولة بداية هناك تعلق بغياب الموارد المحلي أحد تحديات إن الميزانية وأعتقد أن وزير المالية السابق متواجد معنا إن الموازنة لعام الفين وثلاثة وعشرين كانت تبلغ تسمية وسبعة وسبعين مليون دولار أمريكي فقط إن بينما الميزانية التي تم تخصيص القطاع التعليمي أربعة فاصلة خمسة بالمئة من الميزانية الإجمالية بينما يتم تخصيصه الصحة ثمانية بالمئة انظروا كم ضآلت محدودية هذه القيمة وهذه المبالغ التي تم تخصيصها لهذه القطاعين وبتالي لازلت هناك تحديات تواجهها القطاع الاجتماعي بما فيها ضآلة إرادات الضريبية إضافة إلى جفاف والفيضانات وهذا يطلب أيضاً ومن ناحية توفير ميزانية ضخمة للقطاع الأمني لكن لو أردنا فعلاً أن نحدد أولويات وفقاً لهذه الخدمات نحتاج إلى أن نعطي أولوية للتعليم والصحة ونرفع نسبة الميزانية المخصصة إلى 27% من إجمالي موازنة ونحن نحتاج إلى أن نرفع هذه النسبة إلى ما يزيد على 15% وهذا الأمر ليس مثلك السهول لكن ينبغي أن نفعله لضمان تحقيق استقراراً طويل المدى وازدهاراً أيضاً نحن نحتاج أن نستثمر في تطوير البنية التحتية كما نحتاج إلى بناء المدارس والمستشفيات والشق الطرق الطرق وأيضاً أي مرافق أخرى مهمة كما نحتاج أن نستثمر في الخدمات وتحتاج إلى بناء البنية التحتية ونحتاج أن نستثمر إلى نحتاج إلى بناء ما يزيد على عشر آلاف مدرسة ونحتاج أيضاً أن نستثمر في قطاع الرعاية الصحية الأولية كما نحتاج إلى تعزيز قوى العاملة في التعليم والصحة وأي خدمات أخرى أو قطاعات أخرى كما نحتاج إلى تدريب ما يزيد على مائة ألف معلم جديد تحدث على مستوى الدولة بأكملها وهذا يسرد على عداد طلب المتحقي المدارس حالياً كما تعين علينا تعين وتدريب على ما يزيد مائة ألف معلم جديد إذن تدريب القابلات وممرضات كما نحتاج أن نستثمر في أنظمة المعلومات والبيانات كي يتمكن من تقييم ما يتم تقديمه بخدمات كما نحتاج إلى معالجة هذا التقسم في النظام وخلق النظام المترابط وهذا يطلب أيضاً معالج هذا الأمر على مستوى المدن والمستوى الفدرالي الاتحادي كما نحتاج إلى تعزيز الأمن لقلق بيئة مناسبة لتم عبرها تقديم خدمات أيضاً إعادة بناء الخدمات الاجتماعية المقدمة في الصومال لا زالت رحلة طويلة المدى وحكومة الصومالية كما أيضاً الجهات المانحة الدولية إضافة إلى أصدقاء الصومال كلهم ينبغي أن يقدموا الدعم كما ينبغي أن تكون عملية جامعة شاملة على المستوى المدن وأيضاً ينبغي أن تكون قادرة على التكيف قد احتياجات الدولة إن تقديم الخدمات ودورة في تعزيز الاستقرار هي تعتبر مثابة حلقة وصل قادرة على تحفاظها على النسيج الاجتماعي للمجتمع وهي تعتبر مثابة الجسر ما بين الصراع والسلم وبين الأمل والإحباط وبين اللا استقرار والازدهار كما أيضاً من الضروري تحديد أولوياتنا متعلق برفاه الشعب الصومالي يمكن تمكن من تحقيقي وخلقي مستقبلاً أكثر استقراراً وازدهاراً هل انتهت الدقائق العشر؟ تبقى لديك دقيقتان أو دقيقتين؟ خلال دقيقتين المتبقياتين أود أن أركز على المناطق الجديدة تم تحريرها مؤخراً كما ذكرت أن إذا أرادت الحكومة أن تحظى بشرعية سياسية فهذا يطلب منها أن تقدم خدمات للمواطنين المتحددين في المناطق التي تم تحريرها أو حررت ليس فقط إرسال ونشر القوات العسكرية بل تقديم الخدمات في هذه المناطق التي ينبغي أن تسير جنباً جنباً عملية التحرير فعندما تقوم بتحرير قرية أو مدينة وتتركها دون أي اهتمام فالناس لن يثقوا بك هؤلاء المواطنون لن يثقوا بكم لكن حال حررت هذه المنطقة ثم بدأت بإنشاء المدارس وتوفير مرافق الصحية والطبية التي قد يعمل فيها قابلة أو مرة عندها يمكن أن ترى عندما توفر الماء لسكان هذه المناطق المحررة عند هذه الحالة فإن ساكنية هذه المناطق المحررة سوف يثقوا بحكومتهم وبهذه الحال الحكومة سوف تحظى بالشرعية كما الحال هذا ينسحب على القرى والمدن أخرى التي سوف تصبح قدوة ومثالا تحتد بها باقي مناطق الدولة هذه نقطة مهمة نقطة الأخرى المهمة أيضا كما هو ببناء على البيانات وأرقام التي قم جمعها بعضها جمعتها من استبيانات الديمغرافية التي تم تنفيذها في الصومال وبعضها حصلت عليها من نظام إدارة التعليم أو الإمس كل هذه البيانات إضافة البيانات المالية هي بيانات متاحة للعموم وموجودة على موقع وزارة المالية الصومالية وبتالي كحدة لكم أي سؤال سوف أحاول أن أجيب عليه لكن أي حكومة قد تخفق في تقديم الخدمات لمواطنيها هذه الحكومة لن تحظى بأي شرعية سياسية وبتالي ستلاحظون هنا أهمية تقديم الخدمات شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله شكراً جزيلاً سيدة مريم لأطائنا صورة واضحة بشأن الوضع في الصومال من حيث الخدمات من دواعي سرورنا نرحب بالسيد شوقي هاير وهو مستشار دولي بآدم سميت بوزارة الأمن القومي بفيدرالية الصومال وهو كذلك مستشار بمجال السلام والتنمية وكذلك هو محاضر بجامعة سميت فلتتفضل مشكوراً السلام عليكم في بادي الأمر أود أن أشكر مركز دراسات النزاع ودراسات الإنسانية للترحاب وكذلك للدعوة للحديث في هذه الندوة الموضوع موضوع النقاش استقرار في الصومال الجهود اللازمة لتحقيق السلام المستدام هو موضوع مهم ويتطلب مقاربة شاملة المتحدثة أو المتحدثة الذي سابقني تحدث عن الأبعاد السياسية الخاصة بالموضوع والسيدة مريم تحدثت عن الجوانب المرتبطة بالخدمات الاجتماعية وأنا سأتناول الجوانب الأمنية الخاصة بهذا الموضوع وفيما يتعلق بالجوانب الأمنية لنتحدث عن الأمن التقليدي كما ربما تعرفونها وما أعنيه بذلك هو أنني لن أتحدث عن الأرقام وأن القوى الوطنية الصومالية لن أتحدث عن جمع القوى والقدرات لن أتحدث كذلك عن الشرطة إذن هذه من المواضيع التي لن أتحدث عنها لكن بناء على مقال كاتبته قبل سنوات يتعلق بالذاكرة المنقسمة والتاريخ المشترك أنا نظرت إلى الموضوع من منظور الاجتماعي وأنتروبولوجي وركز كذلك على الوحدة والتماسك الاجتماعي إذن من هذا المنظور أرى ما ينقص عندما يتعلق الأمر بالجانب الجانب الأمن في الصومال والشعور بالانتماء كذلك لقد تحدثوا إلى السيدة مريم وتحدثوا عن مفهوم المواطنة وأمن المواطنة إذن البعد الأمني هو بعد مهم وهذا ما سأتحدث عنه في مداخلتي لكن فيما يتعلق الأمر بالتعريف أريد أن أتحدث كذلك عن الاستقرار إذن ما الذي أعنيه في هذا الصياق ما الذي أعنيه بالاستقرار عندما نتحدث عن الاستقرار في الصومال فإن هذا يكون له معنى مختلف وله كثير من الأبعاد حسب المجتمعات المختلفة مع المجتمع الدولي إذا ما تحدثنا عن الاستقرار في منطقة فهذا يعني ربما شيء مختلف نفس الشيء إذا ما ذهبت إلى مقاديشيو فإن المعنى ربما قد ينظر إليه بطريقة مختلفة ولدينا كذلك منظور المناطق المحررة إذا ما أعنيه بذلك هو إدارة سلمية للنزاع ومنع بزوغ النزاع من خلال دمج المدنيين من خلال الظراف الموتية لمجتمعات سلمية ومستقرة وسأركز على الجانب المرتبط بالمدنيين عندما يتعلق الأمر بالاستقرار والآمن ونحتاج كذلك أن نوحد هذه العملية نحتاج أن نطبقها على نطاق واسع خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأبعاد المرتبطة بالمدنيين نحتاج أن نتعامل مع العلاقات ما بين الدولة والمجتمع وهذه تعتبر من الجوانب الأساسية التي ربما تنقص في الصومال وهذا ما كان ينقصنا في الثلاثين سنة أو مقارب إذا ما أخذنا من هذا الاعتبار تعقيدة النزاع الموجود في الصومال حاليا الأمن وعمليات السلام التي أعتقد تحتاج إلى مبادرات مختلفة من أجل التعامل مع ديناميات النزاع المختلفة لقد شهدنا مؤخرا أن هناك تجدد للنزاعات لقد شهدنا ذلك في مناطق مختلفة قبل أسابيع في وسط شابيلي كان هناك كذلك عدد من النزاعات التي جرت ما بين العشائر المختلفة فإذا هذه دينامية النزاعات المتعددة والنزاع الموجود في الصومال على الرغم من عملية التفاوض بشأن السلام وبشأن الوساطة الموجودة ما بين القوى المتناحرة وكذلك تضمين الحوار في مستويات مختلفة من المجتمع وذلك من أجل بناء الثقة ضمن مجموعات مجتمعية مختلفة من خلال مصارات متعددة الحوار لديه إمكانية منع العنف وكذلك تعزيز التماسك المجتمعي وكذلك العمل من خلال مؤسسات الدولة إذن إيجاد سبيل من أجل التعامل مع الماضي العنف وكذلك أن يكون هناك إرساء لعملية التدخل وربما قد نعود لطرح أسئلة أساسية أو أسئلة وجودية تعلق ببناء السلام وبخصوص الأمن والمقاربات المعتمدة هل هي مقاربة من القاعدة إلى الأعلى أو العكس كل ما شاهدناه في الماضي تقول إن الجهود التي قمنا بها كانت مقاربة من الأسفل إلى الأعلى القادة سواء كانوا أمراء حرب في بعض الأحيان أو رجال دين في أحيان أخرى أو مجموعات زعماء قبائل وعشائر معظم هذه الجهود والمؤتمرات الاستقرار كانت تستند إلى من هم موجودين في القمة يجلسون رجال يلبسون بدلاتهم ويتقسمون الكعكة ألا وهي الدولة الصومالية وبقية الشعب لا يحصل على أي شيء إذن كيف سيكون شكل الاستقرار إذا كان من الأسفل إلى الأعلى إذا ما نظرنا إليه من منظور أمني من خلال التعاطي مع حالات غياب العدل التي أدت إلى حالة عدم الاستقرار وما هي الجهود التي أدت إلى حالة زعزز الاستقرار ما الذي نقول؟ هل لازلنا ندور في نفس الدائرة؟ لماذا نحاول أن نقوم بنفس الأشياء في خمس سنوات؟ لازلنا نعتمد نفس الإجراءات الانتخابية نفس النظم نفس الصياغ ونفس الناس يعطون فرصة القيادة إذن حسب معرفتي كان هناك جهود محدودة لأتعامل مع هذه المشاكل والأسئلة والقضايا المهمة وأنا لا أعني بذلك أنه ليس لدى الصومالين رؤية قيادية لا، هناك الكثير من الأفراد والأشخاص داخل الصومال الذين لديهم رؤية بشأن ما تريد الصومال أن تصل إليه في السنوات القادمة هذه الجهود الماضية ركزت على الجوانب السياسية ولم نتناقش بشأن القضايا المرتبطة بالمجتمع لم نتحدث عن المواطن الصومالي العادي كيف بإمكان هذا المنواطن أن ينظر إلى الماضي ولقد رأينا ذلك في الماضي لم نتناول كل هذه المشاكل كل الجهود التي تم بدلها من أجل الاستقرار في الصومال كانت ذا طبيعة سياسية بدلاً من أن يكون هناك عملية مصالحة وحل النزاعات على مستوى الوطني ككل نفس الأشخاص نفس القادة القبائل والعشائر دائماً هم من كنا نتوقع منهم أن يقدم لنا الاستقرار في الصومال في الآن ذاته فإن أغلبية المجتمع الصومالي خسروا شعورهم بالانتماء وحضوا بتجارب سيئة بالحكومة وكيفية تصورهم للدولة الصومالية وعندما تتحدث وإذا ما أخذنا مثال السيدة مريم وفي النقاشات التي حضيت بها معها هذا أثار الكثير من الأسئلة حتى منهم يتقلدون مناصب عليا يشعرون أنهم مقصيين وهذا بحد ذاته يجعلنا نشعر بعدم الأمان كمواطنين هؤلاء المواطنون ومجموعة الأشخاص المختلفة في نهاية المطاف هي التي تشكل المجتمع وبعد ذلك تشكل الأمة إذن غياب البعد المجتمعي ما تحدث عنه بينيكتكت أندرسن بالمجتمع المتخيل؟ هذا هو النوع من الشعور بالانتماء الذي كان جزءاً من المبادرة التي تم أخذها بالماضي إذن لدي كذلك مبادرة لرئيس الذي تحدث عن بناء الدولة، بناء الأمة وهذا أثار الكثير من النقاشات بشأن شعور الصومالي ما الذي يعنيه بالنسبة لنا أن تكون صومالياً أن تكون صومالياً يختلف من منطقة إلى أخرى داخل الصومال إذن ما هو ذاك الشيء الذي يجعلنا نسميه الأمة الصومالية؟ هذا الشعور بالانتماء هذا الانتماء أو ذلك المجتمع المتخيل هو الشيء الذي ينقص هذه المنظومة وكذلك لدينا البعد الأمني الذي نشهد على الأرض هناك الكثير من الأشخاص في الصومال أغلبهم بدلاً من انتخاذ قرارات والتحرك هم رجعيون يذهبون إلى شبكات التواصل الاجتماعي ويتحدثون عن الأشياء التي حدثت في الماضي أو صدمة أو شيء ما حدث في مقديشيو أو في محيط مقديشيو إذن في دراسة قامت بها جهة معينة كذلك صلتت الضوء على أمن المجتمع تخيل المجتمع ولدينا كذلك أمن المجتمع يعني أن يكون هناك مجموعة من الأشخاص تندمج مع بعض البعض يكون فيها طمأن بأن أفراد المجتمع لن يخوضوا أي نزاع فيما بينهم ويقومون بحل نزاعات بسبل مختلفة إذن هذه المنظومة كانت موجودة في الصومال وهي موجودة في كذلك المناطق القروية أو المناطق الريفية بمثابة تحالفات من قبل مجموعات متعددة هذا الأمر لا بد أن يؤخذ من الاعتبار ليس من خلال انتماء أو من خلال عشيرة وإنما من خلال الانتماء للدولة وهذه الدولة هي الصومال إذن الشعور بالانتماء وإذا ما تحدث إلى الصومالي أو الصومالية العادية داخل الصومال إذا ما تحدث إليهم اليوم ترى بشكل فوري أن الناس ليس لديهم أي ترابط وانتماء إذن شيء ما يحدث وبعد ذلك يحدث شيء آخر ويقولون دعونا نمضي إلى الأمام وبالتالي ليس هناك شعور بالانتماء ليس هناك شعور بهذه الهوية الجماعية إذا ما حدث شيء للبروفيسور أفيارا نقول نحن مترابطون ليس لأننا لدينا علاقة دم أو عشيرة ولإنما نحن مترابطون لأننا من نفس الأمة نفس الدولة هي الصومال إذا لم يفكر القادة بالصومال بهذه الطريقة وإذا لم يقوموا بإعادة تشكيل مفهوم الأمة والأمن ليكون داخل مجتمع شامل شامع من أجل إنشاء هذا الروح الروح الانتماء وكذلك الهوية الجمعية إذا البعد الأمني لن يتغير في هذه الحالة إذا ما هو مهم كذلك أن الأمن بحد ذاته هو لا يعتمد فقط على لا ينطبق فقط على الدولة لا تحدث عن الأمن البشري إذا في مقديشيو لا يتم الحديث عن التفجير لكن لا يتحدث عن النازحين الداخليين إذا ما زرت الوزارات أفتجد أن نتحدث عن مئات الأسر تعيش في المنطقة المحيطة بهذه المناطق لكن لا أحد يتحدث عن جلب خطة معينة لتعامل مع هذا الأمر إذا النازحون الداخليون يشكلون تحدياً عندما يتعلق الأمر بالأمن وحتى عندما تتحدث إليهم يقولون أنهم لا انتماء لديهم عندما تعلق الأمر لا علاقة لهم بالحكومة الصومالية أو المؤسسات الصومالية هم يعتقدون بأن الدولة الصومالية هي محتجزة من قبل أفراد وإذا ما نظرنا إلى الأبعاد الأمنية والسياسية والاجتماعية وكذلك إذا ما نظرنا إلى بعد الأمن البشري ومحافظة على الأمن وكذلك تدريب الجنود هذا لن يكون فقط من أجل جلب الاستقرار في الصومال إذا ما هي الجهود التي نحتاج إليها لدي خمس نقاط النقطة الأولى نحتاج إلى مصالحة وطنية حقيقية ليس من خلال من يلبسون البدلات لا نحتاج أن نشرك المواطن العادي نشرك الرجل والمرأة الصومالية لنستفهم منهم رؤيتهم للمستقبل هل يشعرون بأنهم صوماليين لديهم انتماء للصومال بدلا من الحديث إلى نفس الأشخاص في كل مرة إذا عملية المصالحة الوطنية التي بإمكانها أن تتعامل مع المظالم التاريخية التي مر بها هؤلاء الأشخاص لم أرى مؤتمر تحدثنا فيه بشأن هذا السياق لقد علمنا ما حدث في الستينيات وكذلك قتل علماء المسلمين لأول مرة هذا تم تناوله فقط مؤخراً وهو ذلك في مؤتمر لعلماء المسلمين كانت هذه أول مرة تم فيها الحديث عن هؤلاء العملاء العلماء عفواً الذين تم إعدامهم في 1975 كانت هذه البداية وبالعودة إلى هذا السياق التاريخي وبالعودة من أجل التعامل مع هذه المظالم التاريخية وذلك ليتسنى لنا اعتماد التماسك الاجتماعي وما الذي أعنيه بتبني هذا التماسك الاجتماعي بمعنى أنك تقوم بتعزيز المصالحة وكذلك التعافي وفيما بين العشائر المختلفة لأن هذا مهم تشجيع الحوار هو كذلك مهم وما نعنيه بالحوار هو ليكونك حوار مفتوح يتسنى للناس من خلاله أن يتحدثوا بما يشعرون به ما حدث في الماضي التعامل مع فضائع الماضي الحرب الأهلية وما شابه دعوني أعطيكم مثالاً عندما أكون مع أسرتي ولقد جربت ذلك في الصومال كان لدينا نقاش مقتضب خضناه في ذلك الوقت لازلنا نشعر بأثار الحرب الأهلية حتى عندما أتحدث إلى أسرتي أسأل أمي بشأن ما حدث في الماضي وكيف هربنا من بيتنا وكيف كانت الأمور في ذلك الوقت تنظر إلي وتقول كيف تتذكر كيف تتذكر وهكذا يقول كل صوماليين هذا الماضي نعم هذا الماضي لكن أنا متأكد بأنه بالنسبة لكل واحد مننا هذا جزء مهم من حياتنا وهذا شكل حياتنا وشكل من نحن عليه كأفراد من خلال التعليم من خلال التوعية ومن خلال كذلك نزع السلاح وكذلك إعادة الإدماج بالنسبة للأشخاص وفك الاشتباك وإعادة الإدماج إذن هذه تعتبر من الأمور الأساسية التي تتعلق بالجانب الأمني إذن لدينا كذلك إدارة الموارد إذن في غياب الموارد وسوء استخدام السلطة والموارد هذا يؤدي إلى الكثير من حالة عدم الاستقرار إذا ما كانت هناك مجموعة أخذت كل شيء فإننا نعلم أن الجميع سيقتلون لن يتخلوا وهذه النقطة هي نقطة مهمة إذن أن يكون هناك إدارة مناسبة للموارد الطبيعية بما في ذلك النفط والغاز والموارد الأخرى التي تساهم في الاستقرار والاقتصاد إذا ما تم التعامل معها بطريقة شفافة وذلك من خلال استراتيجية شاملة تأخذ من الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والثقافية الخاصة بالصومال شكراً أشكرك سيدة شوقي لتناولك مختلف الجوانب المتعلقة بالأمن عندما ركزت على أمن المواطنين الآن سوف أطرح السؤال على كل من المتحدثين ثم نفتح المجال للأسئلة سيد أفياري تحدثت عن المشاركة دولية وتحدثت عن أن كنت أندراً أو خياراً متاحاً كما تحدثت عن اقترحت أو أنك عبرت عن اختراحك لتطبيق النظام المركزي ضمن السياغ الخاص بالصومال لكن ما هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لكم أو بالنسبة لدعم الدولي الذي يمكن أن يقادمه للصومال في هذا الحال أو في هذا الوضع أشكرك شكراً جزيلاً على طرح هذا السؤال لما تعلق أمر ببناء الدولة في الصومال فإن المنظوم الدولي والمجتمع الدولي ينبغي أن ينخرط في كافة الجوانب فهو منخرط في الأمن كما هو منخرط في اقتراح الكثير من الأفكار وأيضاً هو منخرط في مشروع السلام الذي نعمل على تطبيقه حالياً وكما أن المجتمع الدولي يساعدنا أيضاً في القضايا الإنسانية لكن أنا متحيز لفكرة دعم الذي يقدمه المجتمع الدولي هو ينصب على القضايا الإغاثة أكثر من تركيزها على قضايا التنموية فهو فقط قضية تقديم المساعدة بدلاً من معالجة المشكلة وبالتالي أفضل مساعدة أن تنصب على التجارة والتنمية والتطوير وأنا لا أقول أننا لسنا بحاجة لمساعدة تتعلق بكثير مشاكل بما فيها التغير المناخي لكن من حيث الأولوية أعتقد أن التجارة والتطوير والتنمية ينبغي أن تكون هما مجالات تركيز المساعدة الدولية بدلاً من تركيزها على القضايا الأخرى سيدة ماريام ماما ماريام تحدثت عن الأولويات خصوصاً اهتمام بالقضايا التي تم تحريرها مؤخراً وتقديم خدمات لأحد المناطق وذكرتي وأنا أفهم لو أوفرنا خدمات فقط لهذه المناطق المحررة عندها سوف يلتون لهذه المناطق دون الحاجة لأي قضايا أو يحتاج إلى إلزام من ناحية أمنية نظر أن هذه المناطق توفى لهم الخدمات وهذا يمكن أن يعزز شرعيات الحكومة هل تعتقدين أن الجهات الأمنية تستحوذ على نصيب الأسد من ميزانية الدولة؟ لكن نغيرنا هذه النسبة المخصصة من الميزانية هل سيغير الوضع أو تغير الوضع؟ أحمد الله الرحمن الرحيم والأمن أفضل أن نستخدم كلمة الأمن بدل من العسكر أو الجانب العسكري واستثمرنا في الأمن دون أن نغفل عن الخدمات ينبغي أن نحافظ على توازن بمعنى نعم لا شك نحن نعلم أن نصيب الأسد من الميزانية يخصص للأمن لكن لا شك أن هناك حاجة دون حاجة تخفيض هذه الموازنة أو مخصصات لكن ينبغي أن نبحث عن سبل أو طرق مختلفة للاستفادة من الموارد لتقديم خدمات مثلا الضرائب لو 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 وضعنا أعليات لو وضع نظام للضرائب نظام مناسب لو بحثنا عن سبل أخرى التي تم خلالها تحقيق المزيد من الإرادات المالية بدلا من أن في هذه الحالة نحن لا أقول أن نخفض من ميزانية مخصصة للجانب الأمني برغم أنها تحتلل النصيب الأكبر لكن لكن قبل أن تتوجه حكومة للقتال في هذه المناطق المحررة ينبغي أن تضمن خطط هذه الحكومة الخدمات الواجب أن يتم تقديمها جنباً جنباً مع خدمات الأمنية لكي نضمن بقاء الناس في هذه المناطق المحررة بحيث ينبغي أن أغفل عن أهمية المرافق أسواء المدارس المستشفيات التعليم كل هذه ينبغي أن تسير جنباً لنجمع الجانب الأمني وبالتالي نحتاج أن نفكر بسبل جديدة لتحقيق المزيد من الموارد والإرادات شكراً جزيلاً لك سيد شوقي في متعلق بدور العشيرة أو القبيلة ضمن هذا المفهوم مفهوم الأمن المواطنة هل هو داعم أم لا وبالتالي كيف يمكن أن نستفيد من العشيرة أو القبيلة في تعزيز هذا المفهوم شكراً لك دكتور شخصياً أعتقد أن كثير من الناس خصوصاً العاملين في قطاع الأكاديمي الغربي قد حللوا الوضع والسياق الصومالي من خلال نظرتهم إلى القبيلة أو العشيرة كونها جزء مهم من المجتمع الصومالي لكن أنا شخصياً أنا لست من ضمن الذين يفضلون هذه المنهجية وبالتالي انتماء للقبيلة هي جزء من البناء الاجتماعي وبالتالي لو وضعنا مقاربة أو أسلوب أفضل لنعزل مفهوم مواطنة فمثلاً أنا كشخص إذا تمكنت من الحصول على الأمن وأيضاً حققت هذا الحس بالانتماء وشعرت أني فعلاً في وطني صرف النظر على المدينة أن تواجد بها فهذه ستصبح هوية جديدة كل هذا يتعلق بتشكيل الهوية وبناء تبعية وانتماء هذه القبيلة وبالتالي إذا حكومة زولتني بما أحتاج إليها عندها ما من داعي أن أنتمي لقبيلة ما قبيلة X أو ألف أو B وبالتالي في نهاية المطاف أعتقد أنه ما من حاجة أو ما من ضرورة وأعتقد بروفيسور أفير أشار لهذه النقطة أن نظام 4.5 السياسي يركز على تعزيز مفهوم القبيلة فالشخص الذي يود أن يترشح للبرلمان الجاء للقبيلة نظراً لأن شخ هذا الشخص مطلوب أن يتعامل مع هؤلاء الأشخاص نظراً لأنهم هم جزء من عائلتك لكن لو غيرنا هذا النظام 4.5 لأن مختلف دول العالم تعرفون كل لديهم هويات مختلفة وكلهم من تميل الجهات مختلفة وربما أنا قد تربني علاقة مع البروفيسور ماريام نظراً لأننا نعمل وفق نعيش في جغرافيا السياسية واحدة وهذه جغرافيا مهمة لكي لينا نعم هنا هو العام الأهم الذي ينقص السياق السومالي ما من أحد يتحدث عن الإيديولوجيا حتى لو نظرنا إلى المجموعات أو الجماعات الإسلامية ما من أحد يتحدث عن الإيديولوجيا الكل يتحدث حتى في الغرب يتحدثون عن النظام الأمني الإسلام سياسي أحداث 11 من سبتمبر فبتالي بدل من أن ننظر إلى الهوية الجامعة والإحساس بالانتماء لهذه المجموعة وترك المجموعة شكراً شكراً لك الآن نفتح المجال للحضور إذا لديكم أي سؤال رجعني أن تذكر اسمك وسؤال جبري علي أولاً أشكر المتحدثين وأشكر مركز النزاعات والدراسات الإنسانية لتنظيم هذا اللقاء وأعتقد أن هذا اللقاء الثالث الذي خلال سنة تقريباً تم تنظيم هذا الحدث أشكر دكتور مريم بروفيسور أفيري وسيد شوقي سؤالي موجه نحو دكتور أفيري خلال ورقتك أشرت وأتحدثت عن عديد من السبل والمؤتمرات وأشرت إلى كثير من حدثات السلامة التي انعقدت لكن الأمر الرئيس والمهم هنا نوعاً ما غريب ضمن حال الصومالية وهو أن كل مرة نحاول أن نبحث عن الحلول نجد في نهاية المطاف أننا وصلنا إلى مشاكل أخرى جديدة بمعنى أننا اعتمدنا نظام 4.5 السياسي وهوية السياسية وتحدثنا عن تقاسم السلطة وتوزيع السلطة ثم تحدثنا عن تأثير تدحر كرة الثلج وحصوصاً تتعلق بـ لكن الآن كل وظيفة سواء منصب سياسي أو وظيفة إدارية أو وظيفة حكومية عادية كلها تكتم عبر نظام 4.5 السياسي وبالتالي بدلاً من أن نحدد من هذه الهويات الفرعية بدأنا نقويها ونمنحها المزيد من الشرعية بدأنا نجد نفسنا أننا أننا واجهنا مشاكل جديدة في السابق كان لدينا كثير من مناصب التي يتقاتل عليها كثير من السياسيين تقاتلون من ناحية مجازية لكن الآن نجد أن كل جانب الجوانب الحكومية مثل عمليات شد وجدب ما بينهم وبين الحكومة الاتحادية والحكومة المركزية والسؤال هنا كيف يمكننا أن نحرص على وضع الحلول الحقيقية بدلاً من أن نخلق المزيد من المشاكل هذا السؤال الأول السؤال الثاني يتعلق بسؤال لماذا لم نتمكن من وضع الحلول لتعامل مع الجهات الفاعلة السلبية تعرفون أن كل جهود تبدل لتعزيز الأمن والسلم نحتاج إلى منهجية واضحة لتعاون مع الجهات الفاعلة التسعى لتدمير الدولة منذ الحرب الأهلية وجدنا أن هناك عدد قليل من الأشخاص التي تعرضوا للعقوبات وتتم تم التعامل معهم لا سبقوة بل تم التعامل معهم من خلال إدانة واضحة التالي كيف يمكننا أن نتعا أن نتكفل بها الأشخاص يسعون لإفساد العملية السياسية فيما يخص سؤالك الأول لماذا الحلول التي نحاول أن نعتمدها بدلاً من أن نطبقها نصل إلى مشاكل أخرى عاوضاً عن تنفيذ هذه الحلول ليس لدي إجابة محددة لهذا السؤال ربما أحد المشاكل أو التحديات التي نواجهها عندما نعتمد وتبنى مثل هذا هو الحلول خلال فتر زمنية محددة فإننا هنا نعمل على تنفيذ مشاريع قصية المدى التي تكون بمثابة وصفات تضمن حلول قصية قصية المدى بدلاً أن نضع حلول طويلة المدى فلو عدنا في الذاكرة عندما اعتمد نظام أربعة فاصلة خمسة السياسي تقاسم السلطة في ذلك الوقت لم يكن دينا خيارات أخرى في حين لكن أتذكر ضمن القطاع الأكاديمي الصومالي هناك قسامات لا زالنا نعاني من قسامات هناك كثير من الباحثين الموقعين متميزين لا زالوا يؤمنون بنظام أربعة فاصلة خمسة خاصة من السلطة باعتبارها هي المعادلة أو الوصفة التي يمكن أن ساعدنا على تخلص من تلك الفترة التي شاهدنا فيها كثير من الفوضى وبالتالي هناك مجموعة من الباحثين ومفكرين الذين لا زالوا يؤمنوا أن هذا النظام أربعة فاصلة خمسة أو نظر للغياب أي خيار آخر لكن الغالبية الأخرى من الباحثين والمفكرين ذكروا أن عملية مأسسة التمييز التمييز العنصري والتمييز السياسات الخاصة بالهويات الفرعية كل هذا سوف يدمر عن نظام ديمقراطي وبالتالي حتى موجود انقسامات ضمن الدراسات التي تم إجراها التعامل مع هذه القضايا لو محتاج إلى عادة النظر بهذه العمليات نركز على أوجه أوجه الاتفاق بدلا من تركيز على القسمات متعلق بجهات التي تسعى لتفساد هذه العملية أعتقد الأمر هنا يتعلق بكيف يمكن أن نتعامل مع الجرائم المستقبلية لكن كيف يمكن أن نتعاطى مع ماضينا في تعلق بالعدالة الانتقالية العدالة الانتقالية لدينا ثلاثة خيارات متاحة ضمن الأدبيات والمؤلفات أحدها تفرض العقوبات بصرف النظر عن من ارتكب الجريمة سواء قادة الحروب أو مراء الحروب الخيار الآخر المتاح هو الإعفاء عفو الله عما سلف يعني إطلاق صراحة مع إعفاء عنهم هذان المقترحان اللي داي إلى أمامنا هناك النموذج الشرق الأوروبي أو التي تبنته أوروبا الشرقية هو تعني أن بمعنى أننا لن نسجنهم لكن نفس الوقت هي مثبت تطهير بمعنى لا يتم الزج بهم في السجون بل يتم منعهم من الخراط في الحياة العملية لكن في حالتنا هنا في الصومال دون أي أي مناقش نحن نفضل أن نتبنى المبدأ القائم على الإعفاء منحهم إعفاءا كاملا بحيث يمكن لأمراء الحروب أن يترشح لعضوية البرلمان وحاليا نجد أي نقاش بخصوص هذه القضية لكن كيف يكون تعامل مع القضايا المستقبلية لحد الآن لم أشهد أي مناقشة من قيادة الدولة لكن هناك طرق واحدة هذه الطرق تتمثل في عندما انضمت الصومال لعضوية المحكمة الجنائية الدولية هذا يستخدم كرادع ل رادع لأي شخص قد يفكر مستقبلا أن يصبح من أمراء الحرب الذين سعروا أن ضر بالعملية عملية السلام وثاني حتى الآن لم نجد أي شيء يمنع مثل هؤلاء الأشخاص لكن النظام السابق في صوباليك كان أحد القادة قال لي لبما يمكن أن يلجأوا لمحكمة الجنائية الدولية أو لبما يمكن أن تشكيل محاكمة خاصة لكن هذا الآن لم يحدث أي من ذلك شكرا فقط أود أن أضيف كما قال بروفيسور أفيل أن أمراء الحروب ومجرمين الحروب في ذلك الوقت بينينا مبدأ عفا الله عم السلف لا لكن لم يكن كذلك بل أننا استخدمنا هنا كما أنك تمكنت من مكافأة أمراء الحروب أصبحوا عظا برلمان أصبحوا قادة في مجتمعاتهم وبتالي هذا يعتبر مكافأة لهم وليس عفوا عنهم اسمي حسان براهيم أنا الطالب ماجستير في الإدارة العام بداية أشكركم على هذه الندوة أشكر المركز على هذه الندوة وأشكر ضيوفنا كرام على مشاركة في هذه المحاضرة المهمة ثلاثة أسئلة موجهة للبروفيسور أولا تحدثت عن النظام اللامركزية في الصومال وأوجه الانتقاد هل تعتقد أن النظام اللامركزي قد نجح في الصومال فعلا ما هي العوامل أو الجوانب التي سعمت في النجاح اللامركزية بحسب رأيك وأعتقادك وفيما يخص بموضوع هذه المحاضرة هل تعلمون أو لديكم أي هناك عوامل لعلاقة بالنجاح فيما تعلق بالاستقرار السياسي شكرا لكم أسمي مريم من مركز هذه السؤال أشرتها إلى همية العمل على خلق أمة ما هي الخطوات ومشكل هذه الخطوات وأيضا واضح فيما تعلق بالكثير من المواطنين قد تركوا البلاد بسبب حرب الأهلية وبتالي كافزهم ذلك في بناء مفهوم الأمة أود أن أقترح أولا شكرا على استضافتنا ودعوتنا أود أن أقترح هنا ضرورة أن نوضح ونشرح الموضوع الذي نتحدث عن بعد ثلاثين عاما من الحرب الأهلية أصبح دينا كثير من القضايا المختلفة الواجب علينا أن نناقشها بعضها أهم من أخرى وتالي أقترح هنا عليكم أن المشكلة الكبرى تعاني منها الصومال حاليا التي تتبر هي المحور على الاستقرار هو حركة الشباب ويحتاج أن نركز على هذه الحركة التي برها هي العامل المزعزع لاستقرار وأعتقد دكتور مريم قد تطرقت لبعض من هذا الموضوع يتعلق بأهمية تعزيز استقرار أي استقرار تتحدث عنه الشباب الشباب الشمالي والسوماليين يموتون في مناطق المحررة لا يجد هناك مستشفيات عيادات مراكز الشرطة ولا يجد هناك حكم في هذه المناطق المحررة وبالتالي إذا خلطنا ما بين أنظمة السياسية بين المجموعات ومراضق المحررة حدثنا خلط وما يفعله تفعل حركة الشباب وداعميها وداعميها موجودين في كل مكان في الصومال كما تعلمون نريد أن نركز على هذه الجزئية نحن هنا موجودين لنعزز الاستقرار في الصومال لن نتحدث عن فروقات القبلية هذه كلها يمكن حلها تعرفون الصومال قائمة على العشائر وقبائل وقبائل سوف تبقى طالما الصومال بقت وسوف كل قبائل قادر على حل مشاكلها إذا تسافر منطقة أخرى بالسبب حركة الشباب ما هو دور الحكومة هنا كيف كانت تعالج هذه المشكلة هل هذا يحدث بسبب ضعف الحكومة نعم الحكومة ضعيفة من أضعف الحكومة حركة الشباب هي التي أضعفت الحكومة وجعلتها ضعيفة إذا تعاونا هنا نحاول أن نستوضح ما هو العام الأهم الذي يساهم في زعزعة استقرار الصومال بحيث أن كل شخص سنين بغى أن يركز ونقطة أخيرة فقط بروفيسور أفيرة هو صديقي نحن نسكن في نفس المدينة والحي من مقديش ونحن نرى بعضنا كل صباح قلنا الحكومة لست مقدورها هزيمة حركة الشباب هذه المرة الأولى حكومة الصومالية ثلاثة شهور تمكنت من هزيمة حركة الشباب طبعا هم سبب كثير من ضرر سبب وجوده هنا أن حركة الشباب بدأت تشعر بالألم ألم من الهزيمة نعم هذا كله خلف خلف المسرح وخلف وبتالي دكتور فيانك كما قال وذكر أن الحكومة الصومالية سمقدورها هزيمة حركة الشباب لا بدعم من المجتمعات المحلية بمقدورها هزيمة حركة الشباب يمكن أن تهزم هذا مددته أن أشير إليه هو قال فقط ما يخص هذه المرحلة مرحلية أنا أعتدر اللغة الإنجليزية عندي ضعيفة فإما أسأل بالصومالية أو بالعربية الصومالي الصومالي سفاين أوك إن شاء الله ولا سؤال ما مرحلت مثلاً فدراليس لكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني محدد يقول يا أخا قريش نبي عليه وسلم يقول يا يدي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقفة موادن كالصوماليا مرة قاركوة كالصوماليا كيف يقوم بها كيف يتعلم بها ويقوم بها حقوق دي سي أساسي كيف يتعلم بها أأنه finalmente حقوق دي سي أساسي غايتها صلى الله عليه وسلم دي مسارة مريم أحب ماتك أحب أرشدي هلا ولد سوماليا مرتدي ويقوم بها هادو إنتا ماشاك إذا كريم إليه لديك نبي لديك دي مسارة نبي يا جزار المرتدي لديها اللحمة لأنا يا أمي يا أمي اللحمة ترجمة نانسي قنقر الصومالي كما تعلمون أن كل شيء دون السلام سوف ينهار سواء الآن أو فيما بعد وتالي الحكومة أساسها هي الشعب وأشكر المتحدثين نظراً لأنهم تطرقوا لمختلف جانب المشكلة في الصومالي لكن هناك جانبان مهمان جانب الدولي والخارجي وهناك جانب العامل المحلي لأن أضيع وقتكم بالحديث عن مجتمع الدولي أو العامل الخارج لماذا؟ لأن إذا لم يكن ذلك معرفة ودراية بمصالحك فالناس سوف يستغلونك إذا لم تعرف ما هي مصالحك وبالتالي دعوننا نعود إلى العامل الداخلية من الواضح أن هناك غياب للعدالة وأيضاً غياب وضع في الإدارة الحكومية حيث أن ينبغي وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وهذا ما ينقصنا كما هناك غياب المحاسبية أو مسائلة نرى أن كل شيء يحدث في الصومال وما من شخص يقوم بلجوء إلى العدالة القضائية نتحدث عن الجهات السياسية وأخيراً هناك غياب أيضاً حس الوطني وأثني على ما ذكر الدكتور شوقي عندما تطرق لكيف أنا أشعر أني مواطن صومالي أن تمي لهذا التراب أرى أن كثير من الجهات الخارجية دخلوا الصومال ليستغلوها وبدأوا يتعاون مع الصومال كما لو أن الصومال مشروع وكل منهم حاول أن يأخذ حوصتهم من الكيكة وكل شخص يسعى لي أخذ حوصتهم من هذه الكعكة أو قطعة الكيكة أو قطعة الكعكة وهنا نحتاج لكي نعالج هذه المشكلة نحتاج إلى رفع مستوى الوعي لدى الشعب الصومالي الشعب هو من يخلق الحكومة وينبغي أن يكون لدى المواطنين قدرة على أن يقرروا مصيرهم وبالتالي قضية القبلية أو العشائرية هي اختيارنا سلوب 4.5 كان هو اختياراً لمنظومة مؤقتة لكنها طالت نظرنا عادة ما عرفنا إلى أين النتجة فالشخاص الذين يستغلون هنا هنا كثير من الجهات قاموا بتغيير كثير من المنظومة السياسية خلال العقد الماضي وبالتالي نحن لا يجدين استراتيجية طويلة المدى كما أننا لا يجدين معرفة بالأولويات واجب علينا أن نعالجها الأكاديميين والمفاكرين تحدثون دائماً عن ذلك لكن السياسيون سواء سياسون المحليون أو الاتحاديون لا يسمعون لنا وبالتالي أنا أدعو الشعب الصومالي لأن يهتموا بدولتهم وإلا سوف نقع في مشكلة هذا مرة أقوله شكراً لكم حقاً أشكركم جزيلاً على ما ذكرتمون السؤال الأخير ثم نعطي خمسة دقاق لكل من المتحدثين ليجيبوا على هذه الأسئلة أطبع لا يساقطنا نبدأ بسيد شوقي لإجابة على أسئلة آخر شخص سوف يجيب على السؤال دكتور أفياري نك نبدأ بدكتور شوقي بداية السؤال تعلق بدور دورنا في بناء بناء الأمة والشتات دور المهاجرون في خارج سومال في بناء الدولة وبناء الأمة وهذا يقودنا للسؤال المتعلق بالذي طرحه ساعة الوزير للتول يتعلق بدور الصومليون الذين يسكنون في الشتات في بناء الصومال أن الشتات أو الصومليون الذين يتواجدون في الشتات هم جزء من بناء الدولة وبناء الأمة وبالتالي وهذا نظر لأن لديهم موارد موارد البشرية رأس المال لكن أيضا لما لديهم أيضا من عامل اجتماعي بمعرفتهم بسافر خارج الدولة ولديهم قدرة على التعامل مع مختلف المجتمعات وبالتالي وبالتالي السومليون الذين يسكنون في الشتات يلعبون دورة مهمة في بناء الأمة وبناء الدولة وكثير مننا هم يعني سومليون يسكنون في الشتات في الخارج لما يزيد على أنا شخصيا مضى عليها ثلاث سنوات ونعيش خارج الصومال البعض قد استفاد استغل حقيقة الوضع الحالي في الصومال البعض لم ينجزوا كثير خارج الصومال معادل الصومال وقاموا باستفادة بمن ما يتوفر لهم الصومال بعض منهم قد أصبح ترشح للبرلمان بعض هؤلاء الأشخاص حصلوا على وظائف في مختلف المناصب الحكومية وبالتالي أعتقد أن الصوماليون الذين يعيشون خارج الصومال لهم دور مهم السؤال الآخر الذي طرحه سعد الوزير السابق حركة الشباب بالطبع حركة الشباب هو تهديد واضح وتهديد قريب وشيك للأمن والسلم الصومالي وبالتالي لم أود أن أركز كثيرا على حركة الشباب فتحدثت عن الجيل الرابع وأعتقد هذه هذه مهمة مهمة ووظيفة الحكومة تعامل مع هذه الحركة ولكن أيضا أنا أعتقد أن حتى الآن لم يتم إنجاز الكثير بخصوص هذا الموضوع قضية الاستقرار نحن في مقديشو لازم نتحدث عن استقرار لما يزيد على سنة تحدثنا عن استقرار ومقدار كم لدينا من المال وتعامل مع المناطق المحررة مؤخرا لكن ما ينقصنا ثلاثة أمور الأمر الأول هو السرعة سرعة سرعة عملية استقرار ومستقرار تسهير ببطء كبير النطاق نطاق العمل تعرفون أن استقرار كما ذكرت بداية هذا اليوم موضوع عام شامل وبالتالي لدينا القوى التي حرت هذه المناطق الجيش الوطني الصومالي ثم لدينا الدرويش واعتبرها أحد القوى العسكرية ثم لدينا الشرطة في الوقت الذات أيضا نحتاج إلى نظام عدالة نظرا لأن هذا الموضوع يصيرا جنبا إلى الجنب كما نحتاج إلى توفير التعليم خدمات تعليمية خدمات الصحية وغيرها وأعتقد بحسب معراه شخصيا بسبب أن هناك بطء في ما يتم تحقيقه أو إحرازه من تقدم نظرا لا هل يمكن أن نقوم حكومة غير قادرة تنقصها القدرة أم أنا غير جاهزة بعد للقيام بهذه الواجبات أو وظائف المتعددة بحيث يمكن كل جهة حكومية نحن في مقدش ونجتمع ونتحدث في نهاية اليوم من هذه المطاف نقوم بكتابة توصيات على شكل وثيقة ونقوم كتابة بعض الأرقام وانتهي الأمر الأمر الآخر أو العنصر الآخر هو محسن بالعقد الاجتماعي هذه المناطق التي تحدثنا عنها التي كانت تسيطر عليها الشباب بمزيد على خمسة عشر عام تخيل أن طفل عمره خمس سنوات عندما سيطر عليها حركة الشباب الآن أصبح عمره عشرين عاماً أو خمسة وعشرين عاماً أو ثلاثين هؤلاء الشباب الأشخاص لم يروا الحكومة الصومالية على أرض الواقع وهذا الجزء من عرضي بالتالي هذه المناطق التي محررة إضافة إلى جزاء أخرى من الصومال التي لم ترى الحكومة إلا حكومة ضعيفة حكومة مستشري فيها الفساد وبالتالي لو جمعنا كل هذه العوامل فإن هذا يعني مشكلة حقيقية تتعلق بأمن في هذه المناطق كما ذكرت في بداية هذا اليوم قضية النازحون النازحون الكثير الذين كثير منهم لم يحظوا بدعم الحكومات وبالتالي كيف تتوقع من منظمات الأمم المتحدة أو غيرها حول أشخاص ليس ينقصهم الطعام ويعانون من مجعات وتخيل تحدث عن استقرار في الصومال فهذا موضوع مؤقت ومثير للتحدي ويحتاج إلى مشروع قائم بذاته هذا مشروع ينبغي أن يحظر بكثير من اهتمام خصوصا طبعا اهتمام من وزارات وزارات الرئيسية ويحتاج أيضا أن يحظر باهتمام قيادة والرئاسة الصومالية هنا هنا هو مكمن وجذر هذه المشكلة دكتورة مريم سأتحدث بلغة صومالية مرحبا مرحبا انكو تدمس لنا او الهي او نوشي معنها عدالد سيدعي مهم اتهي يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين الى اخر الآية يعني اهمية ده حتى نفت هذي لوي مالين اتكاوك عدالد او لا اقرنا يوسو ماليد نحو فاضل القرآن اتهي با هدنا دهكي او عدالد او انتاسو اعديس رسولك او انتاسو اضل المظلمات يوم القيامة ماركو واقع هد جراء سوماليا وحق يكسو غانتهاي دولت هد وحبطان كاقبان كرت او دولت قرمي وحقبطا حتى شروع هدهي دجس شرعي انلا انفورس كريه لو انفورسمنت او باين دولت اني اقود لياه تاني او حمركو لا دعجوك او وزير عافماده او شرعي داوهينك كيناي با فرمشيها ننك داوهد او حد او حبكو قبان كرين وبرلمان كان مريوالا انسيحي لكن ما برلمان انتو او فرمشيها ننك قوريها هست معنها دولت او ود بضن او هد او عدالدكو حالي سولي دولت وا المصعود بارد او وقت او باهان ار اكتذيذ رول كان ياقاذن كار سومالي واقبائل او لما او دينكيه قبائل هادر كاه وحان انسيحيها الاية ولما او دينكيه قاةان او نوو البجوف هده وقربه ده او نصيحيه وقرهamamشيه وواعيه قليه سوو هده اجيره دولت واه الماايا روسى عوضبارده هده انقرباحه لغا قلينت هدي حالي كانت كان فتح ملوح ملأة في لسعب الحاجات لتحقق وظائع الوحيد و حسنا لا تحقق وظائع محيطة لا تحقق وحوطة اضع إذاً فأنت تستطيع أكثر فائدة في هذا المطعم جيدة وقد اعنى أعشاء من بحاجة فتح أنا أتمنى أنت من أحساس ان يتحدث به اعطاء الماضي في سنوات المغلقة. سيكون هناك قائمة للميزان من التعرف. دعوني بأنه يتحدثون في سنوات المتحدة. كما تتحدثون في سنوات المتحدة. ستبقى كذلك. ويأرث النظر الإيطاري كلها مشخصيه النظر الإيطارية فعلا فخارج تشكين فمياد عن تلكتبا وانا لإنقاذ قد يشكين وانا لإنقاذ تشكين وانا لإنقاذ الهدف نحن ونحن يساعد نحن يبقى فالآخر الفيدي أدراف ونحن نحن 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 ندو وانا هو أني جدد وانا قملاً ولكن لذلك أمام ميدوائف ونحن نحن نحن ميدوائف ولذلك أعطينا توقيت بعد سنوات مرتفعة انظر بمجرد على طفل كتوين حتى يكن أولاً يتحدث وظيفيانها تصل على الجامعة إلى أكبر وطفقة نفقت بمجرد الخاص بكثير من الوصول حتى يقولون بشأن المعروف المحضر دعوا بشأن المدوعت من المعروف المسائل وتعالى على مباشرة ومعات المعروف المسترد ولكن هم استطيعوا أنفسهم يجب أن تعلقها ومعرفة أجل نفسهم تعلق أجلها بسبب التكوريك لم يكن ملدي ولكن من خلال أعرف استطاع الفضائق المعروف المسترعية حتى التكوريك لم تكن محاولة من رأس لبعاية تقوم بالشغرية لأن تفهمينّ رمض خلال عسلية تطلب الحمار تطلب المساعدة جلبة الإسراب تطلب المتاريات من رمض الملطانية تتحضر المساعدة التي تتفهمين سياسة يؤمنون أن هذا يجب أن يكون quarضبات في واحدها. وهي هو أخرى. يعتقد أن يكون هناك مهام الحصول إلى المفصلة البلادية. هذه التناميش هي بطولياء البشرانيات في الدعاء في الكرام كانت كبيراً و أخصص مصدوحاً و لقد ذكروني أجل الظلام يجعل شخصي على مرعب البلاد سويلة كو starting with this training ان الأسلام علينا جاء الكمل مرحلة مرحلة إلى مجموعة صفاتتة مد4 و مد5 ولا يجعلها الجنه وحي اي اهان تاركد مركان عركس وماليا او بغولكي كون او دمارة كون كبادن وحي او موليسي لحير التؤوني ماليس ادن اوغا حنوزان جرمكاس حتى دولدكو مجرن برانكان جوجي هادا هاي ادن او شقيه او UNFPA وحي اباها ادن اوغا شقيه نوحاكمي ده ماترنان هالتكاس اي مدويفر دبلومنتيكا وحاس محي اوبانيان ريسورس وحاس قران او نويا اله العقه يلغو فولين لها اي مالا هنك كان الهن بان هو شدي وطنا وارين ادن اوحا نوجينيس هو يصو ماليات اني تولوكو امات اني شخص انوان دولدكو جرين وزير هن ويدا مقينيسا سيدان امار نبا سياغ اشو كاشا نبا وانا الا عقل هالا ريسورس سيكو حرانت ان لا هالا برانبسك اندفولي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم فيما يتعلق بسؤال الخاص بال المركزية قمت من نشر ورقة بالتعاون مع محد الدوحة قبل سبع سنوات حول الموضوع المركزية ويمكننا ان حيدك لتلك الورقة ووقت عليك ان تطلع على هذه الورقة التي ذكرت فيها رأيي فيما يتعلق بوزيري هو وزير السابق للشؤون الخارجية وزيري كان سابقا سابقا هناك السنوات خمسة عشر سبعة عشر سنة لحد الآن لازالت الشباب بوجودة على الأرض وهي تعمل في الدولة كتبت في عام الفين واثنين عشر ذكرت ان مفاوضات ينبغي انتظر اعتبار في عام الفين واثنين عشر اخذت باعتبار ان حركة الشباب ينبغي انتظر باعتبار اثناء مفاوضات السلام ونزلت اعتقد ان هناك حاجة لاشتراك او حاجة الى نظر الى حركة الشباب نظرة شمولية الامر لا يتعلق فقط على حركة الشباب بل كل حركات التمرد او حركات ارهابية بالصرف النظر عما نسميها هناك تاريخ من المئات من هذه الحركات وكيف تم التعاون معها هناك كثير من الكتابات اذا رأيتم ان تقرأوا عنها كتابات مقرعة حيال كيفية التعاون مع مثلا هذه الحركات طبعا هذا الموضوع يعني قابل للنقائش قد نتفق او نختلف لكن قضية العدالة ودورها في تعاون مع حركة الشباب لقد شهدنا كثير من الدراسات التي ذكر الناس هناك حاجة للحصول على العدالة طبعا الحركة بل زالت تسيطر على جزء من الصومال لكن من خلال الأدبيات نرى ان هناك سبب يدفع الناس لانضمام لحركات التمرد هناك أسباب أو عوامل أيديولوجية أو غيرها أو عشائرية قبلية لكن أهم عاملان إما انتقام يدفع الشخص الانضمام أو لربما معيهم بعض الطموحات طموحات أو الشعوب الأحباط لهذا الشخص يدفعه لانضمام لحركات التمرد وهذا ما شاهدنا في السياق الصومالي من شتى الزوايا لكن إذا لو أردنا أن نستخلص كل مسارات نحو الاستقرار أعتقد أن ينبغ علينا أن نكون منطقيين إذا متعلق أمر بالتعامل مع العنصر السياسي أو الجانب السياسي أعتقد أن التسوية السياسية تعتبر مهمة بحيث تكون تسوية شاملة جامعة وتعالج أهم القضايا ضمن المجتمع إذا لم تكن على هذا النحو هذه التسوية فإن المشاكل سوف تبقى وسوف يعني تبقى معنا ولهذا أود أن أشكركم جزيلاً وأختم كلمتي صوت المتحدث صوت المتحدث غير مسموع الترجمة نعتذر لعدم قدرة على سماع صوت المتحدث أتحدث عن عدم كفاية الميزانية لتغطية القضايا الإدارية والخدماتية ربما يمكن نعرف أن هنا تنمو وتنمو بشكل بطيء وبالتالي ضمن الأولويات إذا يمكننا أن نقول هناك أربعة قطاعات قطاع الإداري قطاع الدفاع قطاع الاقتصادي ثم دلنا قطاع الخدمات الاجتماعية إذا قسمناها لهذه الفئة الأربع وبالتالي وزعنا الميزانية توزيعا عادلا سنجد أن 30% سوف يتم تخصيصها للإدارة والجيش كما أيضا نسبة أخرى تخصص للقطاع الاقتصادي والبقية المتبقية تخصص للقطاعات الأخرى 30% تخصص لقطاع الدفاعي والأمني 30% أيضا تخصص للخدمات الاجتماعية أو 30% لكل قطاع من قطاعات التالي سنجد كما لاحظنا خلال سنوات الثلاث الأخيرة لاحظنا أن القطاع الذي شهد نموا كبيرا هو القطاع الاجتماعي لو قارننا هذا العام بالعام السابق نجد أن هذا العام قد شهد زيادة بما نسبته الثلاثة مرات أو الثلاثة ضعاف كما ذكرت الدكتورة ماريام نظرنا لحالة الميزانية فقط لو نظرنا إلى الموضوع نظرة شاملة ونجد أن 30% تخصص لمن تخصص إلى تعليم والصحة أيضا لخدمات الاجتماعية هناك أربعة وزارات لماذا هناك حاجة لأربعة عشر وزيرا لكن لو قسمناها قطاعات الأربعة تاج إلى أربعة وزارة فقط وبتلاحظ هنا كيف يتم توزيع الميزانية وفقا لفهمي لما يحدث في السنوات الأربعة الماضية فنجد أن قطاع الاجتماعي الذي شهد نموا كبيرا والذي يحظى بأولوية أكبر نظرا لأهمية قطاع الاجتماعي في تحقيق الاستقرار 30% من الدولة 30% من مساحة سوماليا يسيطر عليها الشباب لما يزيل على 15 عاما وقد حرموها من كافة أنواع خدمات وقد حرمت من كافة أنشطة تنموية وبالتالي هذه المناطق تشهد أزمة التي يسيطر عليها حركة الشباب عندما يتم تحرير هذه المناطق ينبغي أن يتم تزويدها بالخدمات وبالتالي خصوصا المناطق التي تعتبر أكثر التي بحاجة ماسة إلى الدعم هي المناطق التي يسيطر عليها الشباب شكرا شكرا جزيلا وبهذا أود أن أشكر وأود أن نختم هذه الجلسة شكرا دكتور أفياري والدكتور مريم والدكتور وسيد شوقي وأشكركم على حضوركم ومشاركتكم وتفعلكم نحن في المركز نحرص ونتعهد بتقديم الدعم لتعزيز الاستقرار في الصماء شكرا لكم أسعد الله ومساعدكم شكرا لكم